بداية سلسلة ألعاب جوست باسترز كانت في سنة 1984 أصدارت اكتيفجن أول أصدارات اللعبة من تصميم الممارمج دايفيد كريين وكانت بنفس اسم الفيلم اللي نزل في نفس السنة جوست باسترز وفي الوقت ده اللعبة كانت متوفرة على الكمبيوتر وتوفرت على جهاز الكونس الكتير من أشهرهم أتاري 2600 سيجا ماسر سيستم ون اي اس ولأن اللعبة تكتبت في ست أسابيع بس من دايفيد كريين فاللعبة كانت بسيطة جداً بتختار عربية من الأربع عربيات اللي تقدر تسوقهم وتبدأ رحلتك بأنك تجمع معدات وتجيب فلوس عشان تخلص المهمات وتبدأ جيم جديد بالفلوس اللي كانت معك في الجيم اللي فات وده خلى اللعبة تكون عبارة عن لوب والتقدم الثالث للجيم اللي بعده نقدر نعمل سكيب بالكل النسخة اللي في النص ونوصل لنسخة جوست باسترز فيديو جيم 2009 اللعبة قدمت لنا طريقة لعبة جديدة